اشتركوا في القناة يا ولدي زكني ايش قلنا امس عشان انا اكمل لك القصة طيب صار وقفنا امس عند الملك اعلا وامر جنوده بالقب على اصحاب الكهف السبعة واعدامهم وقلنا انهم عرفوا وهربوا كانوا سبعة فتية يعني شباب كلهم اولاد وهربوا معاهم كلبهم وكان معاهم طبعا كل ممتلكاتهم من فلوس فضة ومعاهم كل شيء يعني حملوا انفسهم وحملوا الكلب على اساس يخرجوا ما يرجع من المدينة يسافروا مدينة بعيدة يسافروا لكن هم عندهم اصلا اعتقاد في الانتقال من الكهوف وانه الكهوف هادي تودي الى العالم كله يعني الكهوف في الجبال توصل الجبال في بعضها في الدنيا كلها يعني ممكن يروحوا الصين وممكن يروحوا اي مكان كأنهم يأسوا من البلد هادي يبغوا يروحوا اماكن تانية يمكن يلاقوا ناس مؤمنين ومعاهم ويعيشوا معاهم واذا لقوا ناس مؤمنين ما يخرجوا لهم حصل كما مذكور في الكتب السماوية المختصرة انهم وصلوا او غابوا ثلاثمائة عام طبعا الا ورد وقالوا انهم ثلاثمائة عام نايمين او 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 صحيح هم وصلوا مدن ووصلوا وكذا لكن ما قابلوا ناس في مدن وفي حياة والناس ما فيه يبدو المشكلة واحدة زي مدينة يعني الناس هاجروا المدن اللي تحت الأرض اللي في الكهوف والجبال ذكر اللي هم قالوها على بلدهم الاقتراحي اللي بدهم يقتلحوه وقالوا نحن حصلنا حل مشاكل الفساد هي السرابيد لأنه هم كانوا يقروا في الكتب السماوية وأنه كيف كانت الناس عايشة ما في فساد ما في السرقة ما في الشيء يعني عايشين في نعيم فكأنه كانوا هم مقتنعين إنهم يقولوا للناس بلدهم بلدتهم أنه ليه ما نرجع لحياة الكهوف فرجعوا هم لحياة الكهوف لكن هم اللي رجعهم لحياة الكهوف الهرب طبعا هم عندهم خريطة حتى لين يعجوجوا ما يجوج إلا تحت الأرض يعني قبائل وناس لكن كانوا يوقعوا مع قبيلة ولا ناس تحت الأرض ولا حاجة متوحشين وممكن يهازوهم فكان عندهم رعب وخوف شديد وكل ما يوصلوا مكان يحسوا أنه كبير فيه ناس ممكن ينزووا في جهة ويناموا حتى لأنه كل الكهوف هي مسافات يمكن حوالي مسيرة شهر يعني زي من جدة زي من مكة للمدينة مسيرة خمسة عشر يوم كهف واحد يعني يودي على بعضه كده يطلع من جبل في فوها ويطلع من جبل لين توصل المدينة وللشام ممكن يكون خمسة ستة كهوف الجبال يا ولدي سلاسل سلاسل توصل كلها ببعضه زي ما البحار توصل الموية كلها ببعضه فالليوصل الأرض الجبال يعني تنتهي من سلسلة السروات تروح لسلسلة تانية تالتة رابعة سلسلة السروات هذه قديمة وتمكن تقريبا خمسمية مرحلة كل مرحلة يعني كل مرحلة من المراحل يعني مسافة تمكن عشرة كيلو يعني يمكن خمسة ألاف كيلو ولا شيء مع تعرجاتها مع شوفها انت خط واحد انت من تمشي للمدينة تشوف خط واحد هذه سلسلة جبال السروات هذه كلها مذكورة في الكتب يعني الأنبياء لما كانوا ينتقلوا والأنبياء كلهم يجوا مكة يجوا عن طريق المتخفين يعني الملك يساعدهم وهذا الملائكة تدلهم ترشدهم وينتقلوا بسرعة يعني ممكن من مكة إلى هذا انتقلوا في إلى القدس إلى بيت المقدس انتقلوا في ساعة من تحت الأرض وينزوا ويطلعوا من فوهات ويشوفوا الناس من الجبال يشوفوا يعني ممكن انه الإسراء المعراج الإسراء كان انه من تحت الأرض ويخرجوا ويشوفوا الناس يعني يخرجوا وهم بيمشوا يعني بالبراق وبالكذا البراق هذا يمشي تحت الأرض ممكن يكون الله أعلم لأنه الشيخ الوالد لما راح الهند شاف كتير أشياء مكتوبة حتى عن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف انتقلوا بين جدة بين أكسد مكة أنا ما أحب جدة ما أدري ليش أقول جدي مويتهم مويتة الكنداسة مويتة الملح يشربوا مويتة الملح ما عندهم مويت مكة الحمد لله عندنا مويت زبادة تيجي منها من الجبال المويتة للحجاج تيجي من جبال مكة تيجي نازلة أنت رايح الطائف ما فيه على يدك اليسار لما تروحوا على يدك اليسار فيه بالحجر مبنية ما هي تنزل من الجبال من جبال اليمن تيجي لين مكة هادي موية اللي نحن نشرب منها اللي السقاية يجيبوا الموية وكذا هادي كلها من زباد جدة يشربوا من موية البحر مدري كيف يطلعوا الملح والكنداسة هادي تبخر الموية ويشربوا منها ما هيقدر أروح فيها وأعيش فيها فيا ولدي فيه فخيرات في الأرض وفيه أدول أصحاب الكهف نسيوا أهل البلد لأنه ممكن أجدادهم كانوا هناك فخرجوا بره وصاروا في مشاكل وصاروا مشاكلوا في حرامية وفي لأنه ما عندي عندهم الأرزاق ما عندهم لكن كانوا أصحاب أهل الكهوف يعيشوا هناك ويخرجوا ويتجي الحيوانات فيه عند الحياة كانت وفي القرآن وفي كل الكتب إرم ذات العماد العماد هي الجبال التي لم يخلق مثلا فيه جنات في الجبال تحت وممكن يسافر الواحد إلى من في ساعة من مكة للمدينة ومن مكة البيت المقدس إلا هو القدس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح من مكة في ثلاثة أربع ساعات في نفس الليلة راحوا جام يعني في ناس تانين يبدأ الدرب ليعرفوا المداخل والمخارج لأنه لا يعرف طول عمر ويجلس يعني أصحاب الكاف جلسوا تلتمائة سنة عشان مهم عارفين يخلق ومهم قادرين يعيشوا مع الناس موعدنا بكرة نكمل ستة شامية تكمل قصة أمس ترجمة نانسي قنقر